الوضع بتاع الكرة مصرية عايز مراجعة حقيقية وبعدين كل واحد في نادي نبتدي باني يرجع للنادي الاهلي ما انا عايز اصلح بس ما تعرقلنيش ما تعرقلنيش بمليون حاجة ما تعرقلنيش اني بقالي فلوس مش عارف اخدها النادي الاهلي كل يوم التاني بيمضي حول رعاية والناس يقول له هو انت بس مهتم بالرعاية وبالبتاع والانشآت لا النادي الاهلي ما عندوش سيولة تكتشف المفاجأة بقى فين السيولة بتاعتنا مش جاية في معادها اسبابها ايه لازم يبقى فيه توقف ان النادي الاهلي ياخد حول مش طالب دعم انا انا طالب ااخد حقي عشان اعرف اشتغل النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم ينفق اكثر مما يحصل عليه لان انت بتقول اتنين مليار على اربع سنين يعني خمسمائة مليون الرعاية مصرفاتك تتجاوز تمنمائة او تسعمائة مليون ما بين وتقترب من المليار ما بين النشاط الرياضي وكرة قدم ورواتب وحاجات لا تتعدى المليار كويس انت ما بتحصلش على حقوقك في التوقيتات اللي تفيدك فزيك زي النقل دي اللي بقولك مش مستقرة لما تيجي تحط يدك في جيبك ويبقى عندك اقصات عايزة تدفع او دفعات للعيبة او مستحقات للاجانب ما حصلتش قبل كده انا بقى عندي كل الدخل ده لكن حقيقة الامر انا رصيدي ايه في البنك سيولة في ان الناس اللي لازم تديني حقي بقى الديني حقي مش طالب حاجة دلوقتي مؤقتا ان الديني حقي عشان اعرف اشتغل الناس اللي بتقول بلاش بخر انت عارفين الكلمة دي لما اتطبع لارض الواقع انا شايف ان فيها انفاق لا مبرر احيانا لحجم الانفاق ده غير ان الناس طمعانة فيك انت كنادي اهلي لما يطرح اسم النادي الاهلي في اي صفقة تكلم سواء داخل مصر او خارج مصر يكلموك من ليفل تاني خالص عايزي شاركك فيه انك انت شديد الصراء وهذا غير حقيقي انت عايز في توقيت معين تدبر عملة صعبة في ظروف انا بتكلم منها واللي عايز بقى يهاجم ويشم ويقولك حجج انا بتكلمك على واقع واقع انك انت مش بحطت ايدك في جبك بتلاقي المبلغ اللي انت محتاج ورغم كده في توقيت ما كان مستعد تضحي بكل الاوليات عشان توقف الفرقة دي على حالة لان هي دي الامج بتاعك هي دي اللي بيجاب لك الرعاية كويسة هي دي اللي عاملالك المكان هي دي اللي بيجاب لك الفلوس من المشاركات الافريقية وغيرها انا النهاردة عايز استمتع بجماهريتي عشان تحقق لي المدخيل المطلوبة مش عارف والدعم الفني والمعنوي يا سيد زبر ريم الناس كلها بتفتح مدرجاتها وشوفنا ساندونج بيلعب ازاي في وسط جمهور والوداد السنة اللي فاتت لعب ازاي قدامك في ملعبه كل الانديه هتلعبك ازاي والقطن الله اعلم حقيقة انه هيفتح ملعبه راخب مش شايف لا مبرر يعني لكن ازا كان هيعمل كده مش هتقدر تقوله انت بتعمل كده ليه عايزة استفيد من نقاط القوة عنده يعبك في التوقيت اللي خصه وبال الاعداد اللي تهمه من امتى بقى حنعيش ظروف كوروية طبيعية عاديين يعيش ظروف كوروية طبيعية نعمل ايه نبقى نطبق الظروف الطبيعية واللي يخلط يتحاسب بمتصة راما فيش طرف ما حاجش تدافع عن حد كل واحد وانا متأكد ان الجماهير هتوبقى مسؤولة اللي درجة هتخاف على النديها انها تأذيه وهتخاف على توغدها في المدرجات هيبقى عليها مسؤولية حفظ النظام بينها وبين بعضها واللي يطلع عن النظام هيه اللي تبلغ عنه ويه اللي تمسكه ويه اللي تطرده من بين صفوفها لان ده داخل يخرب واجه المشكلة عشان تقدر تحله انما حنفضل لان الشيئنا بيلعبه قدام جماهير فيجو يلعبه قدام جماهير تخضه ويحصل فينا لان اللعب قدام الجماهير حاجة تانية اذا كنا مقتنعين ان دي اسباب العالم كله بستفيد منها اذا كنا بنقول ان دي حاجات خلينا ماشيين ان دي حاجات ويبقى احنا صح والناس اللي بره غلط بس ماشي معاه اذا كنا عايزين نوصل لكده خلينا نوصل لكده احنا عايزين نصلح اللي جاي فعايزين مناخ يسمح لنا بالاصلاح طب النادي الاهلي لازم يراجع اولويات الانفاق في كرة الخدم وحدود وسقف الانفاق عشان اقدر اعمل جهاز فني متكامل زي العالم كله الناس كلها بتقولك مدرب الفرودة مدرب الدفاع احنا عايزين نوصل لللاحظة دي وشغلين على كده على فكرة انما في اطار انك مستنزفني اول باول عشان ان النادي الاهلي اتكلمك في اللعيب اللي بيتبيعوا بعشرة لازم تدفعني خمسة عشرين وتلاتين مش منطقية طب حتى لو منطقية محلية شوية طب مطيق ليه تبقى برا كده ان لعيب اول لعيب اجنبي اتفقنا عليه وكان ده مطلب جهاز فني وكان ممكن يحلل مشكلة اتقالك ايه اكشف طبي هو ده مش طلب احترافي اكشف طبي لما تكشف مرة واثنين وتتحرط دقة في التالتة ويتقالك عنده اصابات ما احناش عارفين تؤثر عليه ولا لا في مستقبله وحتدفع فيه مبالغ كبيرة بالدولار في توقيت حاسم ده لو اجتزل كشف طبي كان حللنا مشكلة المهاجم لانه ده كان اولوية رقم واحد دخلنا بقى في اولوية رقم اتنين واولوية رقم ثلاث موليكة اللي في ظلنا عشرين يوم مطولين بالنا مع النادي بتاعه التركي اللي يقولك هجيب ابو بكر ولا مش هجيبه طب البعد ما جيب وبعد ما جيب استنى ما شوف حيوفق معايا لما كاد ان يفلت مننا الوقت في نفس الوقت انت شغال على لعيب برازيلي يوم فيه ناس بتخش تلعب لك بعد ما وصلت لكل اتفاقاتك مع اللاعب ومع النادي فجأة اللاعب يغير طلباته وفجأة الوكيل بتاعه يطلب طلبات غير منطقية وغير مقبولة واللي قباله هيحط نفسه في دائرة الشبهة لما لما ييجي وكيل يطلب منك سبعمائة الف دولار عمولة ده عقد الوحد غير مقبول هذا الكلام محدش هيضغط عليه لان انا محتاج هنا النقطة اللي لازم 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 الناس توقف مع النادي الاهلي انه قر نظام شفاف طب ده معنا مش هجيب لا حجيب حجيب بس انا الوقت سرقني ان صدمة اللعيم اللي تفات عليه طلع غير لأخ طبية فدخلني فيه احتمالات ما عارفتش ان انا ماشيه زمان عائل فانقذنا الموقف ان احنا نجيب بقية الطلبات ونأجل لما ناخد بالاسباب انا عنوان طويل كده انت سألتينه سألوا انا داخل وشركة كورة والشكل الجديد في انتقاء اللعبين حيمشي بنفس النظام هقولك سطر وانا كان ممكن اقولك تفاصيل بس فوق لو قلتلك التفاصيل دلوقتي حبق انا الراجل بشتغل تحت ضغط وكرد فعل عشان اطمن الناس فانا مش هقول التفاصيل دلوقتي ولكن ولكن هناخد باعلى الاسباب والاكسر احترافية بتاعة الاندية الصح سواء في محيطنا الاقليمي او في المحيط الدولي عشان نشوف النماذج ده بيشتغل ازاي وده بيشتغل ازاي هتقول لي حاة تاخد هقولك اتحركنا وعملنا خطوات تفاصيلها ايه مش هقول تفاصيلها دي خاصة بمنظومة الكرة كلها خاصة بمنظومة الكرة وحنتحرك بالشكل اللي الناس كل ما تقولك وانت مش مفروض تعمل كده يكتشف ان احنا بنعمل كده في اللي جاي اللي فات اللي هدافعوا لهاجم انا بقولك اللي جاي مختلف عن الوضع القائم مش مختلف طبعا مختلف في تفاصيل كتيرة كان الناس عايزة تشتغلها وولا ما يتحقق امكانيات احنا شركة دلوقتي نقدر نعمل الكلام ده عندنا المرون عندنا القرار وعندنا ان احنا نقدر نعمل السيستم اللي الناس بتشتغل به واللي بعد كده بتاخد بالاسباب ويبقى التوفيق ما تممكن بعده كل ده تجيب لعيب لا يوفق عندك وده بيحصل على مستوى العالم بس تبقى اختياراتك مش مبنية على وجهة نظر مش هتستنى الوكلة باستمرار ترشحلك هيبقى عندك نشئينك شايفها كويس محيطك المحلي شايفه كويس كبار وصغيرين محيطك الإقليمي شايفه كويس كبار وصغيرين محيطك الدولي شايفه كويس وحتسعى انك بإذن الله زي ما انت بتجيب تصدر هنشتغل بالاسباب ما حدش لو عندنا اكتر من احنا نأخذ بالاسباب السليمة والشفافية المطلقة في كل خطوة واختيار الافراد اللي تعمل كده ومكلفين ناس اعتقد اسميح تسمح لها انها تعمل هذا الشؤور خليني اأجل خطوات التفاصيل لبعدين لكن سيبك من ده هيبان بكرة ده اتعشم يبان بسرعة لكن ده بناء احنا كلنا عمالين نقول ايه ما تشوفوا الوداد بيجيب لعبته ازاي بس الوداد بقاله كم سنة بيخطط وبيجلي سمرته بعد كم سنة السنغال بقاله كم سنة بيخطط بيجلي ثماره بعد كم سنة سانداونز بقاله كم سنة بيخطط وبيجلي ثماره بعد كم سنة انا بقولكش استحملني كم سنة لاننا النادي القالي مختلع عن كل دول انا مطالب اننا وانا مع البطولة اغير وغير من غير ما تهز بس كمال لازم يبقى عيني على المنافسة السيد زبراهيم لان المنافس بيشتغل لازم يبقى عيني على المنافسة زي يكون عيني على المنافسة دي قصة برضه لازم نشتغل عليه ونشتغل عليه بشكل علمي احنا شفنا الناس او لو يعتقد في الصرف على المتابعة يعني سانداونز بيبعت ناس تعمل سكاوتينج بدري معايشات مش حارف ايه يسبقت يشتغل فني ويشتغل ايه وهو يسافر بدري بس